موسيقى طيب بتصور بتصور فؤاد تصور مع الصوايا وتعرف كيف هاو الله صورتك صورتيني بقدر أبدالله الله يسعدكم أهلا وسهلا قال بيقولك كنت عم بحكي تحت الهواء قال كرة القدم لا تجتمع مع الأنوثة في أحلى من هيك صبايا أهلا من النشميات والله أهلا وسهلا بنجوم المنتخبنا الوطني المنتخب كرة القدم النسائي نورتونا وأهلا وسهلا فيكم وأحلى من هيك ما فيه أبدا يعني زي ما قلنا بمقدمة حلقتنا أنتو مش بس رافعين راسنا محليا ولكن أيضا عربيا منتخب النساء لكرة القدم يعني احتل المراكز الأولى عربيا ومراكز متقدمة جدا آسيويا فإحنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق كابتن فرح العزب كابتن فرح بدارني وكابتن زين طوال نورتونا بحلوية دنيا أهلا وسهلا فيكم أنا أبدأ معاك كابتن كرة القدم يعني بدأ بها الرجال وقد تكون يعني في البدايات هي لعبة رياضية شوية يعني بيهتم فيها الذكور أو ذكورية مزبوط هو هيك بالضبط اللي بلشت فيه وفي الأردن إحنا يعني خلينا نقول يمكن مجتمعنا شوية ما كان من أوائل المجتمعات اللي بدأ العنصر النسائي إنه يلعب هاي اللعبة أنتو كيف دخلتوا على هذا المجال كيف أقنعتوا أهلكم كيف يعني هضمتوا الفكرة وقدمتوا لنا إياها كإنجاز عظيم هلأ هي إحنا يعني مزبوط بالعالم كليات ومش بس بالأردن هي كرة القدم هي بيعتبروها الناس إنه هي حكر أكتر على الرجال من إنها بس بلشنا بلشنا تقريبا بالتسعة وتسعين كانت بس مجرد نادي أو ناديين بس هم اللي فيهم أندئ يعني لا يعني فرأ كرة قدم نسوية كان في بطولة بالسنة كنا مرتين أو ثلاثة مارتين أو ثلاثة مارتين بالأسبوع كانت مجرد هواية وكان لما تطورك الأمور واهتمام سيدنا علي طبعا بالاتحاد هلأ وفينا إحنا كمنتخب نسوي خلاننا نحس إنه إحنا علينا مسؤولية كثير أكبر إنه إحنا نوصل للمجتمع كلي مجتمع الأردني بداية والعرب والعالم كليات وإنه لأ كرة القدم زي ما هي للرجال هي نفس الإشي للستات إحنا قدرين نعمل نطبق كل التكتيك ونطبق كل المهارات اللي مفروض للرجال قدرين يطبقوها والحمد لله هلأ إحنا مشينا بطريق كثير منيح أهلينا كانوا مبسوطين إنه هم لقوا إشي إحنا منحبه فكل دعمونا كلياتهم والحمد لله هلأ شوي شوي المجتمع تقبل كثير الفكرة أكتر من قبل وصار في إلنا جماهية والناس يجي على الملعب وتشجعوا والحمد لله يعني الفكرة هلأ صارت كثير يعني تقبلها أكتر منيح للمجتمع كابتن فرح بدارنا إحنا منعرف أنه انت حققتوا إنجازات مميزة جدا وقدرتوا أنكم يعني تسيطروا على الساحة أو على الساحة العربية أيضا خلينا لكل المشاهدين اللي يمكن مش كتير بيتابعوا كرة القدم وبالأخص يمكن المنتخب النسوي خلينا نقولهم عن أبرز الإنجازات اللي حققتوها خصوصا أنه تأسس هالمنتخب بسنة 2005 يعني كمنتخب وطني للنساء زي ما حتى تفرح إحنا بلشنا أندية حتى يمكن مدارس إذا بنا نبلش نعم بلشنا نلعب بالمدارس بعدها بلشنا نلعب دوري مدارس أندية طلعنا للمنتخب بـ 2005 تشكل منتخب السيدات الإنجازات بلشنا أول إشي بطولة غرب آسيا بـ 2005 أخذنا مركز أول فيها بعدين بعد سنتين كمان مرة بالـ 2007 أخذنا كمان مرة غرب آسيا الثانية والثالثة كنا نوصيف فيها يمكن أهم بطولة أخذناها هي بطولة العرب أخذنا أبطال العرب بسنة 2010 عيني عيني هذه كانت أحسن إنجاز وطبعا كنا نلعب كمان تصفيات الآسيوية بالاتحاد الآسيوية مرة مرة تأهلنا كمان للتصفيات الخير نحكي قبل النهائية ما حلفنا الحظ أنه نتأهلت عدلنا بالنقاط إحنا ومينمار والسين تايبيه بس فرق النقاط فرق الأهداف هو اللي يأهلهم للنهائيات وعننا هلأ تشانس إن شاء الله بشهر ستة بالتصفيات الآسيوية أنه نتأهل عن النهائيات فنتمنى دعم الكل لأننا بايد وثيلي إن شاء الله طيب زينة طوال زين 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 من التال مربوط مين زينة؟ ما أجسر أجسر من زينة زين زين طوال سري علاقتكم مع الجمهور يعني لما بتلعبوا بيكون في حضور كبير هل جمهوركم متنوع أم أكثره من الإناث من السيدات من الأنسات؟ أول ما كان فيها الجمهور اللي أنت متخيله يعني خصة بالأردن هون إنه ما كانوا الناس متقابلين الفكرة لهذه الدرجة غلطنين والله بأوليت هذا غلطنين غلطنين كثير والله غلطنين بعدين هلا بالعكس كثير في دعم في جروب على الفيسبوك كثير عم بتشجعنا وكثير في ناس عم بيكونوا سبورتوف لإلنا بس أكثر بنات يعني كثير في بنات اللي بيحبوا هاي اللعبين بس ما عم بيلعبوها كثير عم بيشجعونا بالعكس يعني كثير يعني تغير كل إشي يا رفات زين بحب أسألك كمان على موضوع التدريبات يعني يمكن هذا السؤال كمان لإلكم كلكم بيقولوا في البعض بيقولوا إنه بنية جسم المرأة يختلف تماما عن الرجل هل هذا الحكي بيتطلب منكم تدريبات أكتر لحتى تكونوا على أد اللعبة خصوصا اللعبة تكلت القدم بدها يعني استامنة عالية في ركض متواصل ما هو إحنا بنتمرن كل يوم ومرات منروح الجيم تعرفي عشان يعني تسبني موسلز وتقدري تكملي يعرفي التمرين بيكون بتاعي بكتير يعني جسمنا أصعب أكيد من الرجال خلق على الهوائمي شعرك عشان الناس تشوفك زين يعرفوك ها تشوفك يا سلام يا كابتن هذا هو فإحنا قادرين ننظم بين التمرين وبين أكلنا وبين كل إشي عشان نكون فت ونقدر نكمل بالملعب طيب أسأل يعني من ضمن سؤالك أسألك كابتن فرح شروط الشروط العالمية للمتش للجيم اللي بالتعب كرة القدم هو نفسه للنفس الرجال يعني نفسه للسيدات نفس الوقت نفس ولا أقل المجلود اللي فعلا أنتو بتبذلوك جسديا رياضيا في الملعب يعني هل نفسه تبع الرجال تماما؟ مساحة الملعب نفسها زمن الشوط الأول والشوط الثاني نفسه عدد تبديلات نفسها ارتفاع المرمى ممكن بشرق خمسة سنتي أو شوزا هيك بس كل يات ونفس الاجي نحن اللي بيجي الفريق هلأ بهاي النقطة أنو الرجال هم مستوهم مثلا بنية جسدهم هاي الأمور غير عنا احنا فهم يعني باللما يلعبوا منتخبات الرجال مع بعض أكيد حتكون غير لما تكون منتخبات السيدات أما الفريق بيبيل لما احنا نلعب مثلا منتخب أول سيدات نعم منتخب أول رجال وقتها تحس أنه في فريق بس انو تيجي تحضر مثلا سيدات عم بلعب كرة قدم سواء كان منتخب أردن منتخب ايش مكان يكون انو عادي بتلاقي انو فيه مباراة شغالة وفيه قادرين نشوف لعبة كرة قدم مضبوطة يعني من كل النواحي مثلا الفريق الوحيد ممكن تحسوا اذا بلعب احنا مثلا مع منتخب الرجال ممكن احنا مثلا لحظات من المباراة كون قادرين نلعب باس وهاد بس بضل غير قدرتهم نتحمل اكتر قوتهم العضلية كتير اكتر لانو احنا بضل سيدات وهم بضل غير قدرتهم انا القصدته كالتالي يعني ممكن تكون المباراة مثلا خلينا نقول حيوية اكتر خلينا نسميها فيها اكشن اكتر اذا كان الوقت اقل اذا كان مثلا الملعب ممكن اصغر ما صار ابدا عالميا اي تحرك من الفرق النسائية يعني عشان بالعكس احنا هاي تقليل من المرأة لا لا ما اصدهك لا لا ما اصدهك انا ما اصدهك انا ما اصدهك بادين مهاجم يدير بالك ايوه ايوه كابتن فرح شغلة كبيرة اوعي لا لا انا قصدي مشان يصير في حركة اكتر في الملعب فبالتالي بصير في استمتاع اكتر بصير في اكشن على الارض اكتر لانو الرجل جسمه اقوى بركض اسرع بتحمل اكتر يعني عشان ما تكون لعبة السيدات هيك شوية سلو موشن لا اهي ما دخل وعفوا على شكلك 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 رح نتقدر شكلك رح نتقدر ما احضرت شكلك اسحبوا السؤال اسحبوا يا سيدي لا هي عشان اوضح شغلة نعم لانو تلعب 45 دقيقة مثلا كل شوت امكان انت بتكي اذا تقلل الوقت يمكن تشوف اكتر اكتر بس ما دخل اذا انت متعود وليقتك قردي عالي خلص جسمك بتعود انو انت عم تلعب 45 دقيقة شوطين يعني احنا منلعب لانا يعني احنا منتدرب عشان نقدر نلعب 45 دقيقة مش انو هما بينزلوا الوقت حسب احنا ايش منقدر عرفت كيف بالعكس يعني هيش نعم نعم انتو بتحاولوا انكم يعني نعفل لانا اكتر من لايقتهم الابدنية رائعين رائعين في بطلاط خماسي فيه سباعي مش انو بس 11 احنا منلعب نعم عرفت انو عادي انو خماسي منلعب اربع وحارس حام awe احنا وذهب احنا كيف بوص نعم طبعا